اشتركوا في القناة في وجود تقنية الفيديو اللي افتقدت أو اكتمل فيها كل شيء وافتقدت حاجة واحدة العدالة اللي هي المفترض أساسا جاية عشان تطبقها نشوف الكابتن ياسر عبدالراوس احنا عندنا كابتن خالد 150 ركل جزاءت حسر تمام في 99 حسابهم حكم الساحة بنفسه بدون معاونة من حكم الفار فيهم 14 ركل جزاءت خطأ من وجهة نظري تمام و85 صحيحة تمام 85 صحيحة دي عملت بالنسبة للحكام الساحة 86% عملت بالنسبة للأخطاء 14% والفار حسب 51 هدف 51 ركل الجزاءت فيهم 47 سليمة واربعة انا مختلف معاهم فيها النسبة عالية جدا 92 يعني حكام الفار اضاق في احتسام المراكلات الجزاءت احنا بنتكلم في 150 ركل الجزاء 150 ركل الجزاء دول الخطأ فيهم 28 ركلة بالنسبة 18% رقم عالي ركلات الجزاءت تسجل منها 122 ركلة بالنسبة 80% عشان كنا بنقول ركلات الجزاء من الأخطاء المؤسرة عندنا بالنسبة للركلات الجزاء الغير محتسبة ركز في الرقم 36 ركلة 30 ركلة ده من وجهة نظري أنا تمام تمام الفار ما تدخلش في ولا ركلة يعني حوالي 27 ركلة ما تدخلش فيهم حكم الفار ان هو يصحح وتسعة تدخل والحكم أصر على قراره خمسة فيهم الحكم الأربعة فيهم الحكم أصر على قراره وخمسة فيهم حكم الفار كان أساسا تدخله تدخل خطأ تمام تمام طيب الكلام ده بقى قدى لإيه قدى لإن احنا اتغير عندنا نتيجة 33 مباراة نتيجتهم نتيجتهم ده رقم كبير رقم كبير نسبة 306 مباراة ده عمل لنا ده عمل لنا حوالي 10 ونص في المية من إجمال من إجمال المباراة يعني عندنا كل أسبوع تعريبا فيه مباراة تتغير نتيجتها تمام رقم كبير في وجود تقنية الفار تمام طيب من ناحية تانية عندنا فيه 25 ركل الجزاء حسوم الحكم تمام والفار رجعوا فيهم تمام تمام منهم خمسة تدخل خاطئ يعني حوالي 20 الفار ادخل فيهم صحيح يعني 20 أنقص فيهم الحكم من أن هو يحسب رقلات جزاء من السليمة حتقدي إلى أن هي ممكن تغير نتيجة المباراة احنا قلنا إيه الفار جبنا الأجهزة جبنا الشاشات سيبك من الفيشة اللي بتتشد عشان الشاي تطلع الموضادة بره القصة خالص ممكن يكون الأمر بضعابة ولكن لما تتكلم في 150 ضرب الجزاء منهم 28 ركل الجزاء من وجهة نظر الكابتن ياسر عبد الرقوف من وجهة نظره غير صحيحة ويبقى في وجود تقنية فيديو وتكلمني عن عدالة في 28 ركل الجزاء من أصل 150 ما لطبيعة يلوانش يحب الفار لما تيجي تقول أن في 36 ركل الجزاء لم تحتسب الفار ما كانش موجود فيهم الفار ما كانش موجود فيهم مش شايفهم أنت دورك إيه لا أنا مليش دور لما يكون في 36 ركل الجزاء وانت دورك أن أنت تجيب حكم الساحة تقوله في ركل الجزاء هنا يا فندم يا حكم في ركل الجزاء لا ما فيش طب أنت شغال إيه تقنية الفيديو جاي بتعمل إيه بتاخد أجر على إيه يعني أنا عايز أفهم ده 36 ركل الجزاء لما يكون 33 مباراة ده من وجهة نظر الكابتن ياسر عبد الرقوف مش من وجهة نظرنا اتغيرت نتجتهم مباراة كل أسبوع بتتغير نتجتها 33 مباراة بأي عين ممكن حد يجي يكلمنا عن تطبيق تقنية الفيديو أن هي بتحقق عدالة بأي عين بأي عين بعد اللي احنا استعرضنا ده أعتقد الأمر أصبح واضح جدا وأعتقد اللي هيحب تقنية الفيديو هيحب أخطأها لصالحه ترجمة نانسي قنقر